وقد تناولت الصحف المحلية القطرية جوانب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الدوحة وجاءت الصحف القطرية بعنوين عريضة تعكس أهمية هذه الزيارة ما إن مضع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء نحو القيام بزيارة إلى الشقيقة قطر تدعم أسبابها ثبات عنقيد الأخوة والصداقة والمصير المشترك الذي يربط البحرين بجارة البحر حتى برعت الصحف القطرية في تناول كل شاردة وواردة لتفاصيل هذه الزيارة التاريخية التي تحمل متنوع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي تهم رفعتها ونماء المنظومة الخليجية أهلا وسهلا نقلها في سماء الدوحة لتصل إلى فضاء المنامة أحرف ضمها ذلك العنوان العريض الذي جاءت به صحيفة الوطن القطرية خليفة حللت أهلا في دار آل ثاني عنوان يعكس ذلك القدر الكبير الذي يحظى به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة داخل أوساط المجتمع القطري ونفذة صحف محلية أجازت لأقلامها المهنية تسليط الضوء وبشكل موسع على ما يميز أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها رجل الصفات النبيلة والخبرات القيادية في وقت تجتمع فيه الأصوات لتتوحد مختلف الجهود الخليجية لمواجهة التحديات الخارجية انطلاقا من توحيد الرؤى السياسية لتعود صحيفة الوطن وعبر حبرها العنابي لتؤكد على مقدار حجم تلك العلاقة التي تربط الأمير الإنسان بدولة قطر ومدى معرفته الجيدة بالتكوين المجتمعي للدولة وبتلك المناطق التي تحتويها فله مع كل واحدة منها قصة وحكاية تظهر عظم التاريخ الذي يضم كتابه العديد من الحقب الخليجية والأحداث السياسية بل ومراحل حضارية وشخصيات تاريخية عاصرها وعايشها لهذا يحدثك وكأنه مؤرخ في ثوب أمير أو أمير في شخصية مؤرخ العرب القطرية هي أيضا حملت عبر بوابتها كلمات الترحيب والتهليل بضيف قطر العزيز والكبير بمواقفه وأفعاله حيث لم تخفي أهمية زيارته إلى الدوحة في توثيق عرى التعاون وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين وتسخر إمكانيتها كافة لتعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون باعتباره الكيان العربي الوحيد الذي صمد في وجه عواصف عاتية أطاحت بكثير من التجارب العربية الشبيهة إعلام مقرؤ أظهر أيضا على أن العلاقات بين قطر والبحرين تتجاوز تعبيرات المصالح لأن المصالح المشتركة هنا تأتي نتاجا طبيعيا لعلاقات تأسست تاريخيا على فهم واحد ومشترك للمنطقة ولحياة مواطنيها التي تبقى وفق أواصر القربة شعبا واحدا جغرافيا ووجدانيا صحيفة الراية القطرية وعبر صفحتها الأولى بيّنت تفاصيل هذه الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي أمير خليفة بن سلمان إلى الدوحة كاشفة عن ما هي الاستقبال ومدى الحفاوة التي أبداها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة سمو رئيس الوزراء على رأس وفد بحريني رفيع المستوى والذي بيّن ما تكنه قطر من احترام ومحبة لقيادة البحرين ولشعبها الطيب مبديا رغبته في ضرورة تفعيل مثل تلك الزيارات المستمرة والفاعلة التي تسهم في تعزيز التشاور والتنصيق والتعاون تجاه مختلف تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك أخيرا وليس آخرا جريدة الشرق القطرية كانت قد وضعت حيزا وفيرا على صفحاتها لتبيان المعاني العظيمة التي تقف وراء زيارة سمو رئيس الوزراء إلى الدوحة حيث جادت بقلمها لتسترسل بذكر معالم اللوحة الإبداعية التي ضمت تفاصيل هذه الزيارة ومزايا تلك الصورة التي أورد إطارها متنوع المواضيع الحساسة التي تم مناقشتها ووضع الخطوط العريضة لها خصوصا فيما يتعلق بالعمل الخليجي الموحد ونأي المنظومة الخليجية عن أي أخطار قد تحيط بها لتلفزيون المحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر